السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه رو بيكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعملين موس شوكليت او كيكة موس الشوكولاتة هنعملها بطريقة سهلة و بسيطة وتزينها سهلة ان شاء الله هنعملها كمان من غيربيت و من جيلتين تقدري تعملها في اي عزومة تشعروا فيك على صفرتك شكلها شيء قوي وكمان لو كانتها فقه فيها تدفع فيها مبلغ و قدره يلا بينا نشوف هنعملها ازاي بس ياريت لو لسه مشتركتوش بقى في القناة بحشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بالفيديوهات الجديدة و يلا بينا نشوف المقدري بتاعتنا والطريقة ايه عندي طبعا طلب بيضات بدرجة حرط المطبخ هنزل عليهم بتلات نقاط كده من الفانيليا السيلة او بتلات بيكتات من الفانيليا البودر عليهم علاقة كبيرة من الخل وهبدأ اضراهم بالمضرب كده افقوهم بس الاول وبعد كده هبدأ انزل عليهم بكوباية من السكر الحبيبات اه وهنا مش شرط انت يعني السكر بتاعك يكون ابيض لان كده كده الكيكة بالشوكولاتة تمام؟ لكن اللي هرى تعمليه كيكة بيضة فانيليا يعني يبقى السكر لازم يكون ابيض حبيبات بيضة علشان ما هي مالكيش الكيكة هنزل بكوباية السكر على تلات مراحل تلات تلات كده وبعدين لما تأكد ان السكر ده هنزل بكوباية من لبن برضو بدرجة حرط المطبخ عليهم نص كوباية كده او ربع كوباية كمان من الزيت مكتروش او الزيت وبعدين هبدأ انزل بقى بمعود الجفة بتاعت الزيق وهسيب له كل مقدار بالزبط في صندوق الواصف والكيكاو الاسباني وكمان معلقة من بيكين بودر وكمان رشة بسيطة من الملح وهبدأ انخل كل ده علشان طبعا بيكون في تكتلات احيانا وهنلاقي دلوقتي الكيكاو بتاعنا مخرز في المصفى فانتي لازم تنخليه كمان النخل بيدي هشاشة للكيك طبعا الفرن يبتعشها غالي من قبل ما ابدأ اعمل الكيك على مية وتمانين بسببتها درجة الحرارة على مية وتمانين من بداية مفتاحة الفرن علشان درجة الحرارة تبقى ثابتها هبدأ اقلبها بالمضرب اليدوي ده قعم الخليط ولا سايل اوي ولا تقيل اوي لو سايل اوي هيهبط منك ولو تقيل اوي هيبقى مكتوب منك انا هعملوه في الصينية دي مقاس ده هي مقاس ابع عشرين طبعا بطناها بقراء زبدة وهحطها في صينية ألمونيوم تحتها علشان الصواني بتاعة اليتشيز كيك دي بتبقى خفيفة فبتحرق اي حاجة فيها تمام انا عندي هنا بقصص شوكولاتة جاهز في التلاجة وكنت عملته معاك قبل كده هسيب لكم اللينك بتاعه كنت عامل السينابون وعندي الصوصات دي انا بحفظها في التلاجة او في الفريزر وبفكها على حمام بخار بتفك معايا تمام انا فكتها بس بمعلقة المية واسق بها الكيكة بس تبعا ما تبرد شوية تمام هفك كمان حوالي مقعبين كبر من الشوكولاتة الخام على بخار الماء انا هنا سقيت الكيكة وخرمتها وسقتها بس المقطع ده اكتشفتم ما تصورش وحطيت الشوكولاتة تخام عليها معلقتين ثلاثة من الزيت يكون نضيف طبعا تفك على بخار الماء الوقت بقى هنعمل كريم شونتي عندي كوبايتين من كريم شونتي الخام عليهم كوباية من السكر البودر وهبدأ اضيف الماء بالتدريج الماء هنا يضيفي لبن يضيفي ماء بردة انا هنضيفي هنا ثلاث معالق لبن بودر عشان انا عملته بالماء لكن لو هتعملي باللبن خلاص ما نضيفيش بقى لبن البودر اللبن البودر بديه طعم غني انا الماء هنا بوضيفها الكريم شونتي زي بالزبط المعجنات بنزل عليها بالتدريج بالماء لحد موصل للقامل من اللي انا عاوزي الكريم شونتي كمان يتعامل مع نفس المعاملة لانك ممكن تجيب كريم شونتي يطلع مخشوش ومنضف عليه سكر ويتلاقيه سايل معاك وما بيربطش معاك مهما قللت في كمية السوائل تمام انا استخدمت نوع اسم المتحدة حلو جدا ومنضيف قوي بيربط معاك بسهولة انا اضيفت كمان كوباية من الزبادي ده بديل السور كريم بديكي نفس الطعم كده والدرجة الحمودة كل ده طبعا بيخلي الطعم مغاني وكمان قيمة رزقية عالية تمام هبدأ اضيف كمان عندي سوس الشوكولاتة اللي انا خفيته الاول بمعلقة المية وسائل بالكيك هبدأ اضيف منه على كمشو انت بتاعي تمام وهضيف كمان نوتيلة انا عندي نوتيلة يعني بالصدفة لكنها مش موجودة عادي لكن انا هضيفها هتبدي طعم غاني اكتر مع السوس تمام هي معلقة واحدة كبيرة بس من النوتيلة او عزة اضيفي تاني براحتك ده يرجعلك مع الشوكولات الخاملة من سياحة بقى كل ده هيدي تماسك مع طبقة الموس من غير بقى منضيف جيلاتين ومنضيف بيد هنعمل نفس النتيجة وبطعم كمان غاني جدا وكريمي كده مكلفين وطعم حلو تمام ابدأ هتلت كده بالاسباتيولة من تحت الفوق علشان طبعا كريم شونتيلة تحت الابيض ده يختلط معها الشوكولاتة وياخد كل لون واحد تمام طبعا نسه مضيفة الشوكولاتة الخام هي ساحت معايا فكت على بخار المية تمام هبدأ اضيفها بقى على خليط بتاعي بتاع الموس اللي بنجهزه طبعا معلتين الزيت كمان اللي في الشوكولاتة بيده تماسك مع الشوكولاتة كل ده بيده تماسك بيخلي الموس بتاعي يربط لكن طبعا انا اللي عايزاه يكون سايل في البداية قبل ما يبرد علشان لما صبه على الكيك يبقى ناعم وبقاش فيه فراغات تمام يعني ما نفعش يبقى تقيل ومتماسك وانا بصبه ولازم يبقى سايل زي ما احنا نشوفه دلوقتي لكن طبعا بعد كده لما هيبرد في التلاجة هيتمسك شايفين؟ هو ده القام اللي انا عاوزاه يكون سايل كده علشان لما صبه على الكيكة يبقاش فيها فراغات ويتبقى متساوية معايا وشكلها يبقى حلو في التقديم تمام؟ ممكن تعملي الموضوع ده في كاسات لو انت مش هبضي في كيكة او تفتتي الكيكة في الكاس عادي تقطعيها وديفي عليها الموس وانا عملت الوصفة دي بكاسات قبل كده ومعاها جيل فراولة هبستبدوكو اللينك بتاعها برضو في صندوق الوصف تمام؟ ابدأ اخبطي بقى الصنية بتاعتك كده خبطتين تلاتة علشان ما يبقاش فيه اي فراغات في طبقة الموس وكمان تبقى متساوية على كيك هدخلها التلاجة لتاني يوم يفضل تبات يوم اه هي الجملت معيه هبدأ افكها بقى من صنية للشيز كيك بالراحة كده واشيل ورق ازدبتة برضو بالراحة طبعا ممكن تعمليها في بايريكس مش لازم في صنية للشيز كيك يعني ممكن تعمليها في بايريكس وتقدميها عادي تقطعيها وتقدميها من البايريكس عادي تمام؟ بس انا عشان مطحة عندي عملتها في الصواني دي هبدأ بقى ارش رشد كاكاو اسباني كده على الوش عشان نزين بقى الموز الشوكلي بتاعنا تزين بسيط كده رشد كاكاو ممكن رشد سكر بودر لو عندك لو مش عايز بترشي كاكاو ممكن جوز هند ممكن شوكولاتة بس كده مبشورة يعني خيارات كلها بقى والبدال قدامك وانت المتاح عندك اعمليه دي شوكولاتة كده انا جرشتها بالسكينة عادي على البالانشا والسكون قد درجة حرارة المنبخة عشان تبقى استهلة معاكي هبدأ ارش منها شوية كده وعندي التوت اللي هو المجفف ده هزين به او ممكن فراولة لو عندك الفراولة كمان بتدي مزازة حلوة جدا مع الشوكولاتة بتكسر السكر اللي في الشوكولاتة بتدي طعم حلو جدا ان شاء الله الوصة تعجبكم تعجب اطفالك هيفرحوا بيها جدا ويفرحوا بشكلها انا كان عندي الصوت ما قلت لكم يعني بحفظها في الفريزر في الكيس تلاجة او في برطمنات وطلعها فكها على بخار مية واسطبها بدرجة حرات المنبخ لو انا مش مستعجلة عليها هتفك الوحدة تمام بتبقى كأنها معمولة طوازة وزي الفل هزين بيها برضو دلوقتي قطعة كده لما نقطع قطعة من المز شوكولات كيك هنزين بالصوص الابيض بتاع السينابون رشة كده بسيطة على الوش بتدي شكل جمالي فعلا شكلها حلو بتحفة جدا مخدتش منينا وقت ولا مجهود ويعني انتي لو جمعتي مكوناتها كده حاجة في حاجة انا بقى عميل كده دايما واجمع الوصفة كده حاجة في حاجة عشان ما حسش بيها وبتبقى سهلة معايا في الاخر ان شاء الله عمليها وهتعجبكو وهتفرح عطفالكو جدا جدا اتمنى بقى الوصفة عجبكو اكتبولي ايكو في التعليقات وبتنسوش تعملوا اللايك والشير واستنى قراء قوة تعليقكو طبعا لانها دايما بتهمني بتنسوش بقى تشتركوا وتفعلوا الجرس على الكل لو ليستا مشتركتوش رو هضغطوا على علامة اشتراك اللي بالأحمر وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بالفيديوهات الجديدة واستنوني فيديوهات جاي كتير كنت معاكو شايمة أمين